البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في جنوب لبنان بات مسألة وقت هنا في مرفأ بيروت اكتملت التحضيرات في القاعدة اللوجستية التي تم تخصيصها للتخديم على منصة التنقيب عن النفط في البلق رقم 9 حيث سيتم تموين وتزويد المواد والخدمات منها عبر سفن إمداد للمنصة في المرفأ اليوم بدأ توصل الحفارة بنص إيب على البحر بالجنوب على البقعة البلق 9 حيث سيبدأ الحفر خلال بين ثالث أسبوع من شهر إيب وبياخد تسعين يوم لحتى تخلص عمل الاستكشاف البير الاستكشفية اللي على أساسها بيطلع التقرير بالنسبة لإيجاد أو وجود أو اكتشاف مكمن تجاري للغاز من عدمه إن شاء الله بيكون إيجابي نحن ما فينا غير نتمنى هذا الشيء منصة الحفر ترانزوشن بارنتس والتي استقدمتها شركة توتال الفرنسية وصلت إلى شواطئ البرتغال وستتوقف في جبل طارق لتغيير الطاقم والتزويد ببعض المواد قبل وصولها إلى موقع الحفر في جنوب لبنان عد العكس بدأ والتحضيرات ما فينا نقول اكتملت في طريقها إلى الاكتمال بـ 14 أب حسب بقالة توتال يوم ما بتوصل لسفينة الحفر بيكون كل الموافقات وفق القوانين أخذتها من وزارة الأشغال العمل والنقل بالنسبة التخديم من البر والجو والبحر وبالتالي أنا بتصور فينا نقول وقت تركب المنصة تبدأ حفر بلشنا لعملية الانتزاع خد لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا مع ترقب وصول الحفارة يدخل لبنان جديا مدار الاستكشافات النفطية ويعاول المسؤولون اللبنانيون على ملف النفط والغاز للمساعدة في انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية لمركز أخبار قنوات أبو ضعبي غيدا شبيلي بيروت